بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه من المنح الربانية لسيد الإنسانية صلى الله عليه وسلم في شخصيته المحمدية حفظ القرآن فقد كان العرب قبل الإسلام لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يحفظون إلا ما يحتاجون إليه من الأنساب والحقوق والأشعار والخطب لكن وصفهم الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالأميين قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب قبل أن يأتي بالوحي أو الرسالة لتسرب إلى أوهامهم وإلى أوهام البعض منهم أنه جاء بعلم قد علمه أستاذ لكنه صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن الكريم الكلام المعجز ليبين لهم أنه من عند الله وأن الله تعالى هو الذي علمه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في حفظ القرآن وقت نزوله ولقي في هذا الأمر مشقة عظيمة حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعجل بالحفظ ويحاول بكل جهد ومشقة أن يحفظ ما نزل عليه وما قرئ عليه فخاطبه ربه تبارك وتعالى وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ومن هنا كانت الفصاحة والبلاغة والبيان من القرآن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث الناس ففي خواتيم سورة الكهف قال ربنا تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من هنا كان حفظ القرآن ليس بالأمر السهل لكنه صلى الله عليه وسلم قرأ وتعلم وحفظ بإرادة ربه تبارك وتعالى بل وبلغ وبين ومن العطاءات الإلهية والمنح الربانية أن الله تعالى خاطبه بيا أيها النبي يا أيها الرسول قال تعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وهذه الكلمة بإذنه تبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يتحدث بكلام من عنده وإنما بإذن من ربه قال تعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُؤْرِ فتصرف صلى الله عليه وسلم بعقلية فارقة في كافة الأمور ولا أدل على ذلك من وضع الحجر الأسود أو الأسعد في مكانه بعد بناء الكعبة تصرف صلى الله عليه وسلم بعقلية فارقة وبعبقرية محمدية من هذه العطاءات والمنح الربانية فأمر بثوب ووضع الحجر عليه ثم أمرهم أن تمسك كل قبيلة بطرف من أطراف الثوب ووضع الحجر صلى الله عليه وسلم بنفسه ومن هنا ارتض الجميع وتراض الجميع المنح الربانية والعطاءات الإلهية للشخصية المحمدية كثيرة سواء من الكمال الجسمي والكمال الخلقي والكمال الشكلي لشكله وهيئته وأفعاله وأقواله صلى الله على حضرته وآله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثاله ونحن في شهر ربيع الأنور نذكر الناس بهذه الكمالات المحمدية وهذه الشخصية العبقرية التي كانت تتصرف بفهم وفكر ووحي وإذن من الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد خاطبه ربه في خواتيم سورة النحن فقال أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بل إن الله تعالى قد وصف له الدواء لضيق الصدر فقال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذن أسجد واقترب من سجد وجد ومن وجد حصد ومن حصد أتاه المدد هكذا فعل صلى الله عليه وسلم فأمده الله جل وعلا بمنح ربانية للشخصية المحمدية كل عام وحضراتكم جميعا بكل الخير اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى موسيقى